فضيحة جديدة للميليشيا تشترك مع غيرها من الفضائح السابقة في تقويض مؤسسات الدولة لكن خطرها أكبر وأعم فهي تستهدف اليمنيين في الداخل والخارج حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام الميليشيا بطبع آلاف الجوازات بشكل غير قانوني في دولة إيران وفي مطابع محلية أيضا المصادر قالت إن الميليشيا لجأت إلى هذه الإجراءات بعد نفاذ الكمية التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعة المشكلة أن الجوازات التي تم طبعها أتت مخالفة للنسخ الرسمية وعليها عيوب واضحة وهو الأمر الذي أدى بالعديد من دول العالم إلى عدم التعامل مع حاملها من اليمنيين الذين فقدوا الكثير بسبب تعثر سفرهم دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة والإمارات العربية اكتشفت الأمر ورفضت تعامل مع حامل تلك الجوازات الذين فقدوا فرصهم في الدخول إلى تلك الدول التي بدورها أبلغت الشرعية بالحادثة وهذا الأمر وحده ما يفسر قرار الشرعية قبل أسابيع في إلغاء الجوازات التي تم إصدارها من مناطق سيطرة الميليشيا هذا التجاوز ليس الوحيد للميليشيا في هذا الشأن فقد سبق أن حولت إصدار الجوازات إلى تجارة في السوق السوداء وبالعملة الصعبة حيث امتنعت عن إصدارها إلا بمبالغ طائلة علاوة عن قيامها بتوزيع الجوازات الدبلوماسية على أسر كاملة من أتباعها حيث يتم استغلالها بالتنقل بين البلدان لأغراض سياسية واقتصادية خاصة بالانقلابيين اشتركوا في القناة